وأن تستقسموا بالأزلام تستقسموا مأخوذ من طلب القسم وهو الحظ والنصيب أي تطلب النصيب من هذه الأزلام وهي من أفعال الجاهلية التي حرمها الإسلام كانوا في الجاهلية إذا أراد الواحد فعل شيء أخذ ثلاثة أعواد أو أحجار يكتب على الأول أفعل والثاني لا تفعل والثالث مهمل لا شيء ثم يضعها في كيس فإذا وقع على الأول أقدم وفعل وإذا وقع على الثاني ترك الفعل وإذا وقع على الثالث أعاد الاستهام من جديد وبعض هذه الأزلام تكون عند أصنامهم كصنم هبل وغيره الفرق بين الاستقسام بالأزلام والقرعة أن الاستقسام يكون بطلب الخير والشر منها وأنها آمرة ناهية وهذا محرم أما القرعة فإنما تكون في تمييز الحقوق المتشابهة لا في الإرادات أو المضي أو الرجوع وهذا جائز والبديل الشرعي هي صلاة الاستخارة